احنا طواني بوشي يعيش سكان البناية الهشة بحي سوفاي بمدينة خميس مليانة وضعية جد صعبة في أكواخ قسديرية بجوار صور الجامعة المهدد بالانهيارة يشوفون هنا ينظرون هنا وكان الصور صور هذا وان هي تايحة لنا؟ الصور هذا كان يتايح كاريثة لا لنا ولا للطالبة هان الطالبة فاني كما احنا احنا عزل ما لا قلبني ولا راني مخمتة وتعين تقيتين هنا هنا كل مرة يقول لازم نرحلوك هازم نرحلوك لا قلب قري ولدي على الشمعة وطاحة الفيسي وولدي قريب قتلاته عني مغبون اخويا الوجه ربي يشوفون هنا عني نلقو دمع اطواني بمع الفيران انا راني مغبونة جيد معا راني مغبون راني في غبينا كبيرة راني 16 اعم عندي راني 16 هنا 16 16 راني اللي هنا في عهنة كبيرة انو ذلك العجوزة رانباسيين هذه الشمبراني هنا يكون هذا الصور هذا كتوفي لها اللي نشويه لك لقد طيحه تخل دخل جميع عندي لك ميشي قال لخل انو نصورك من فوق صورك بالأي تشوفها دي لك عندي لك العجوزة هذيك اللي جيتوا شفتوها مقبل هذيك الله يرحمها هذيك توفات عياتة تكون باطعة السكنة تكون باطعة السكنة والله يرحمها داتة في ازدعب دقاء داتة ازدعب دقاء كنت مريث كنت مريث في وزني جيت الطنبة قربع لي في وزني رئيس بلدية خميس مليانة رد على انشغالات المواطنين تدارك تلك الأوضاع المزرية اللي راه تحلب هذيك المواطنين راه هم جايين أولا على طريق والشيء الثاني هو راه يشكل خطر على جدار الإحاطة للجامعة يكون عندهم أهمية أولوية في الترحيل وفي انتظار الترحيل تبقى 65 عائلة توجه الخطر وسط بنايات مهددة بالإنيار في أي لحظة ناهيك عن انتشار الأمراض والأوبئة